طبتم وطبا مساءكم مشاهدين متابعين اينما كنتم ودائما عبر برنامجكم حديث الالعاب دائما قناة الوطن ستقف مع كل الالعاب المختلفة سنقف مع المنتخبات مع الاندية الالعاب التي دائما هي تعتبر مظلومة او يقوم بعيدة عن الاعلام لكن نحن في قناة الوطن سنقف مع رياضتنا للتطوير وايضا نتقدم هذه الالعاب الذين نتمنى ان شاء الله مع التغييرات مع التعينات الجديدة الاتحادات التي استبشرنا فيها هذا الاسبوع بتعينات 50% من قبل رئيس الهيئة او رئيس اللجنة اللونبية تعيينات ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون اختيارات موفقة ونتمنى ان نتطلع الى عمل كبير ودعوب جدا في هذه الاتحادات تحديدا ليس بالاتحادات السابقة وما حققتهم من اخفاقات في ريو بالبرازيل وغيرها لكن احنا على ثقة تامة بالاختيارات ان شاء الله ان تكون مناسبة لدفع ويعادة هذه الاتحادات وصياغتها نتحدث عن اربع سنوات قادمة لكن تحتاج لعمل كبير من قبل رواسال التحدات المنتخبين والاعضاء وغيرهم ولكن ما زلنا نقول هناك تحتاج لعمل في البيئة تحتاج للملاعب نحتاج لأكاديميات نحتاج ويلة ويلة لكن هل الجمهور هل المتابع هل المواطن السعودي سيصبر لاربع سنوات وغيرها البعض سيقول ان اريد عشر سنوات خمس عشر سنة احنا نقول بعض الدول سبقتنا بسنوات بسيطة جدا لكن في هذا البرنامج نحاول دائما ان نقف مع الاجابيات ومع السلبيات وان كان هذا الاسبوع سنقف مع ايضا بعض الاخبار السريعة ومنها ايضا مشاركة منتخبنا ان شاء الله منتخب كرة اليد الذي شارك في كاس العالم الذي سينطلق غدا الخميس ومباراة منتخبنا سيكون ان شاء الله يوم الجمعة لكن هو الاهم دائما مع صقورنا الخضر نتمنى انهم التوفيق ونتمنى ان يحققوا نتيجة ايجابية برامجكم يعني حديث الالعاب دائما سنتطرق لكل الالعاب وكل الرياضات هي بعيدة عن اعلام لكن هذا الاسبوع لدينا رياضة هامة جدا رياضة الشباب رياضة الحيوية سنقوم ان شاء الله بعد هذا الفاصل حديث الالعاب وان كنا نهتم بهذه الالعاب دائما بتغطية واسعة بضيوف بحديث عن سلبياتها وايجابياتها عمل الاتحادات وعمل كل الاندية من خلال العاب المختلفة فالاسابع قادما سيكون عندنا ان شاء الله يعني لقاءات ميدانية لنكشف وكواليس بعض الاتحادات لكن نعطيهم فرصة هم وجدد تعينات خمسين بالمئة وكيد التعينات هي اختيارية وجاءت بدراسة دقيقة جدا في جميع الاتحادات لكن بعدين ما راح نرحم حتى الاعلام كل ما راح يرحم اي عمل الاتحاد سيقدم لك كل شيء من خلال المادة من خلال العمل لكن نحتاج الى نتائج نحتاج الى عمل نحتاج الى خطط مدروسة لسنوات قادمة ان شاء الله نتحدث عن منتخبنا غدا الخميس ان شاء الله بمشوار جديد هذا المنتخب اللي دائما يشرفنا لسنوات طويلة ابتداها برئيس الاتحاد الاسبق محمد المطرود سوان عبد الرحمن الحلافي وغيرهم حتى ما وصلنا اليوم بلاستاذ تركي الخليوي نتمنى ان شاء الله ان يكون المشاركة ايجابية احنا نتأهل ونحن نقول نتأهل ونحن نعرف ان نتأهل في كل سنة نتأهل لكن الان نحتاج الى نتاية ايجابية مشرفة للوطن ليست تهل الى الان اصبح طموحنا اصبح طموعنا هو المشاركة المشرفة دائما مع المنتخب ان شاء الله سيبدأ وان كان ايضا مع سقورنا الخضر وهذا الفاصل الله معك المنتخب وانحن معك بدون شك سنة ان شاء الله ننتظر المنتخب ومشاركته وان كان هو وصل الى فرنسا الى باريس تحديدا ومنتخبنا سيخوض اول المعترك في هذه البطولة بطولة المنديال بباريس من خلال مشاركته ان شاء الله نتمنى تكون انشاركة ايجابية بعد ان قام معسكرا في صربيا لمدة سبعين يصل يوم امس الى فرنسا وتحديدا سيخوض ان شاء الله تنطلق مبارياتها يوم الجمعة بريقات قوية ومجموعة قوية يتواجد هناك رئيس بعثة منتخبنا لكرة اليد هو الاستاذ محمد المنيع نايم الرئيس ورئيس وفد البعثة المنتخب اول معنا في الاتصال يسعد مساك اخوي محمد الله يمسك بالنور ومس على الاخوان الموجودين ومحمد المنيع وليس المنيع ندلعك طيب اتواك على الله سيد محمد يعني السؤال دائما استعداد المهمة الطموح ان شاء الله مع هذا المنتخب رغم ان احنا كجماهير خلاص اصبحنا نسكر عيوننا ويتأهد المنتخب لكن ما بعد التأهل اول عطنا ان شاء الله وصول البعثة ونطبع على صحتهم الحمد لله البعثة الجميع بيتم الصحة والعافية وصلت لدعثة مساء الامس كان في تأخر من الحقائب والحمد لله واصلت مباشرة واليوم ادى التمرين المنتخب والتمرين في الصالة الانساسة ستحت اوضن المباريات المجموعة لمدة ساعة ونص نعم التبرين الاخير المتكامل بكرة ان شاء الله راح يكون التبرين خفيف لمدة 45 دقيقة لاعدين جميعا تحت جاهزية تامة الجهاز الجالي والفني في تفاؤل يعني انثم ما قلت ان تتاهل يعني طموح مشروع والحمد لله تتاهل فالان الخطوة الثانية ماذا سيحقق المنتخب في كأس العالم الطموح بإذن الله هو ما خطط له ان يكون المنتخب تواجد في دعوة 16 كإنجاز فريد يصدم هذا في صعوبة المجموعة جميع يعرف ان معنى المانيا كرواتيا المجر بيلاروسيا و تشيلي نعم طبعا المستويات وفق اللي نرعد ذكرتها الاسماء المانيا حامل لقب طوط ربوة صحيح 2016 كرواتيا حامل كأس العالم 2009 المجر منتخب منافس دائما بيلاروسيا قد يكون منتخب واعد ولكن ان شاء الله يكون التخطيط على مباراة بيلاروسيا ومنتخب مباراة تشيلي بحول الله وقوة شاهدنا المباريات في المعسكر يعني ليست بطموح تقريبا بالمجموعة الحديدية هل كانت المباريات اختيارية او ان تحاشيا من الإصابات وغيرها وخاصة المنتخب كان يعاني فترة أخيرة لا تعرف طبيعة منتخبات أوروبا الشرقية يعني معنى المجر ومعنى بيلاروسيا بلا منتخبات أوروبا الشرقية تم اختيار البوسنا ومنتنيكرو وسلوفينيا لانها تقاربها الشديد يعني سلوفينيا سيتواجد شدات العالم وانتخب عالي المستوى طبيعة المدرسة الشرق أوروبية القوة والدفاع 6 صفر لذلك لازم تلعب منتخبات مقاربة لفرق المجموعة يعني إذا كنا سننافذ ألمانيا فهذا يعني مبالغة في الطموح طيب لذلك تشتغل على المنتخبات اللي عندك المجر وبيلاروسيا قد تكون أقل خبرة من المجر فالعب منتخبات مقاربة لنفذ المستوى خلينا نروح معك في نقطة مهمة جدا طبعا احنا متابعين منتخب أفضل نتائج حقك في بطولات العالم هي الترتيب 19 ممكن إن شاء الله نطمع نصل يعني مفروض نكون احنا قدام إن شاء الله بإذن الله يعني حقاقنا مركز 19 في أسبانيا الثاني 13 طموح مشروع لنا بإذن الله يعني الهدف الأول والهدف الأسنى والتخطيط على دورة 16 إذا لم يتحقق ذلك سيكون الهدف الرئيسي لهم تعديل مركز المنتخب لمركز 19 إلى ما هو أفضل بحول الله وقوة أنا شاكر لك سيد محمد وتجاوبك معنا الحقيقة وشكرا لك وتمنى لكم التوفيق وتأكد نحن مع المنتخب ومعكم قلبا وقالبا وإن شاء الله نكون نتائجنا مشرفة وسلامنا لجميع اللاعبين والإدارين شكرا لك سيد محمد شاكرين لكم توصلكم الدائم ومتابعتكم بمره لمنتخب الوطن وهذا ليس بغريب على هذا البرنامج شكرا لك سيد محمد من فرنسا طبعا نشاهد الجدول وريات منتخبنا إن شاء الله الذي سيخوض يوم الجمعة أولى اللقاءات والبطولة تنطلق يوم غدا إن شاء الله إذا كان الجدول ظاهر أمامنا هذا مشوار منتخبنا في بطولة العالم المنديال لكولة اليد في فرنسا وإحنا ما زلنا نؤكد أن المشاركة أصبحت هي تأهل أصبح هو وارد هذا المنتخب تأهل في سنوات سابقة الآن نتمنى إن شاء الله يتطلع بمشاركة إيجابية وجيدة إن شاء الله أيضا لازم نحن نؤكد على أن كنا عانينا كثير مع أخبار كرة اليد تحديدا ومع أخبار المنتخب لنا أسبوعين أو أكثر من أسبوعين نحاول مع زملائي في هذا البرنامج أن نجد أخبار لم تصلنا أي أخبار أخبار عن معسكر وغيرها لكن كنا نجتهد حتى تم الاتصال ونشكر أيضا من هذا البرنامج لأستاذ لوي ناظر نايب الرئيس اللجنة اللومبية الحقيقة توصلت معاه وقال ما لك هم الأخبار ستصلك ونشكر فيها اللجنة أيضا اللومبية لأستاذ ناصر العساف وإن كنا أيضا في هذا البرنامج الحقيقة بعدين وصلت الأخبار لكن في الأسبوعين الماضية والله يعانينا لكن إن شاء الله أن الأخبار ستصل باستمرار لهذا المنتخب نروح فاصل ونرجع لضيفنا اليوم وحلقتنا إن شاء الله نروح نتعرف على الضيف من خلال فاصل ضيفنا من خلال هذا الفاصل إسلام رأسك روح ترجمة نانسي قنقر 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 رحال كرم في دبي وكرم في عديد من الدول أكثر من 62 دولة زارها بالدراجات النارية هو ضيفنا اليوم المهندس مشعل بن فهد أسديري سعد مساك سعد الله مساك وأنا أشكر هذه الاستضافة من قناة الرياضية وأتشرف أن يكون مكوكوي فهد في هذه الحلقة أنا يمكن خطفت اسم الكتيب العالم على ظهر الدراجة كتاب إن شاء الله يكون ولكن الكتاب شي وما نشاهده شي عالم آخر يعني يمكن هذا الجزء من أغلب الزيارات لكن ممكن حسن نعرض بعض الجزء منهم خلينا نروح معك مباشرة صدر ما خبرك مع السيارات لا أسوق هذا أنا جيتك بسيارة لا يعني أقصد أنك كانت رأيس سابق أول شيء خلينا نروح معك كريس سابق سيارات الدراجات النارية لك متابعة للاتحاد أو خلاص أنا انقطعت أنا ممكن أكثر من 6 سنوات وحتى بالنسبة للدراجات النارية انقطعت بعد تركي كنت نائب رئيس اتحاد أسيوي حتى عام 2012 تركته يعني هي الحين خلاص مركز على الهواية ولا التابع يعني إذا حد حقق بطولة أو شيء هدني لكن يعني كحرص يعني خصوصا أني أكثر وقتا ما أكون في رحلة قليل أني أصل إلى أخضار أو أني أقدر أكون متابعة للخبر أنا بروح معك على لماذا اخترت الدراجة النارية هي الدراجة النارية هواية من هواياتي في نفس الوقت الترحال الرحلات هواية من هواياتي وفي نفس الوقت التصوير سواء كان سينمائي يعني أو فوتوغرافي هواية من هواياتي فجمعتهم كلهم هذه الثلاث هوايات لن تعرف أن الله عز وجل يعطي الإنسان عمر سهل وهذا العمر الواحد يقدر يستفيد منه يعني يعرف أن الله عز وجل عطاه فرصة واحدة نعم فأنا أحاول أني أحقق هذا الشي يعني أشوف أطلع على أماكن جديدة أشوف أماكن جديدة فيها الفرصة اللي متاحها لي جامع فيها هواياتي يعني الحمد لله يعني كل رحلة قمت فيها موجودة يعني موثقة في فيلم عندي على قناة اليوتيوب كذلك دائما يعني يوميا أكتب يوميات الرحلة جميل وأصور المناطق الجميلة يعني حتى رزلت كتاب للصور وفي نفس الوقت لما أنا أزور بلد جديد يضيف شيء ينميني يثريني في شخصيتي يعني أحس أني أنا تغيرت من الداخل مع كل بلد أزوره تغيرت لأنني طلعت على حضارة وعلى ثقافة شعب وهذا يتأثر فيني يعني تزيد تنمي من مداركي نعم كشخص أنا ممكن قلت 62 دولة صح؟ أكثر أنا ما أعدهن تقريبا يعني طبعا ما هم كل الرحلات ترى بالدراجة في عندي رحلتين قم فيها مع ناشنال جيوغرافيك على سفينة إكسبلورر واحدة كانت إلى أنتارتيكا اللي هي القطب الجنوبي كاسحة جليد واستفت منهم من وجودي معهم تعلمت شيئا كثيرة منها حسنت مهاراتي في التصوير وقمت معهم كمان بزيارة على نفس الكاسحة في رحلة أخرى إلى سفالبارد في القطب جزر سفالبارد في القطب الشمالي قمت برحلة بالزلاجة الجليدية اللي هي من فنلندا من الشمال الفنلندي إلى بحر القطب الشمالي في نرويج كانت حوالي ستمائة كيلو متر كانت تجربة أخرى لأنني أول مرة أسوق زلاجة جليدية في نفس الوقت كانت على درجات حرارة ناقص عشرين ناقص خمسة عشر فكان يعني تعرف بالنسبة لي واحد ابن الصحراء جاي ما أنا متعود على هالبرد القارس أنا الحين هذا الكتاب عندي وخلي الزوم ولا أيضا العالم يعني أطنيها أطني زوم لو سمحت هذا العالم على ظهر دراجة أنت طبعا وثقت كفيديو وثقت الرحلات بكتاب كتاب جميل أيضا كتاب على الشكل أني قول تكلم على صور أي وش الهدف من التوثيق من خلال رحلتك يعني الواحد تعرف أنه جزء من الأشياء يعني الإنسان لما يكون عنده تجربة ويحس أن هذه التجربة يعني يستفاد منها فيعني من باب أولى أنه يشرك الناس معه في هذه الاستفادة وهذا الاطلاع وأنا يعني أشوف أنه يعني كثيرين عندنا في المملكة يحبون الترحال هذا من تصويرك الآن هذا كله تصويرك أي نعم صحيح وهو طبعا في كتاب موجود للتصوير أي الصور كصور موجودة الآن أنا أشوف جولة حول المدريد أوكلاندا يعني دول دول يمكن نيوزيلندا أي استراليا استراليا كلها الدراجات النارية إيه هذه كلها الدراجات النارية طيب يعني همتها مكانت الدراجة متاحة طلعت فيها الهملايا يعني قمت فيها بخمس رحلات منطقة الهملايا وعبرت أعبر أعلى معابر يعني طبعا عز وجل أعلى يعني ارتفاع وصلت له بالدراجة النارية كان خمسة الاف ستمئة متر ليهو معبر كاردنغلا هل معك فريق ولا أنت لا بالنسبة في الهند منطقة الهملايا عدد تبت يعني تبت ما سمحوا لي يكون معي عادة سيارة إسناد سيارة الإسناد يكون فيها سائق وميكانيكي وفي نفس الوقت فيها الأشياء الضرورية لأن مثلا ما يتوفر لي محطات بنزين ما يتوفر لي لا سمح الله لو صار شيء ما ما معك يعني أنت في مكان مقطوع تكون محملة بالطعام بالماء بالوقود نعم نفس الوقت لما نكون على ارتفاعات عالية أحتاج الميكانيكي كثير لأنه مثلا لما يرتفع فوق الأربعة آلاف متر يحتاج أنك تفك فلتر الهوى وتعيد معايرة الكاربوريتر حق البنزين يعني فيها زين أبو بدر يعني زادا أن الطرق وعرة يحتاج الميكانيكي كل يوم يرجع يربط الدراجة والأشياء هذي وخاصة تختلف دراجة من بلد لبلد صحيح أنا في عكي البلد آخذ يعني أنت تتكلم على دراجات فخمة في بلد مثلا دول متخدمة ناخذ دراجة مثل في الهند مثل دراجة رويل انفيلد يعني اللي هي الدارجة في البلد اللي الدارجة في البلد لكن مثلا في كل بلد آخر الدراجة اللي الدارجة يعني عادوا بالهند الآن في مواقف حصلت لك بالهند يعني كثيرة اللغة شلون اللغة تيقي لا لغة ماشية الهند يعني ميزة أنك تجد كثيرين يتكلمون اللغة الإنجليزية يعني عندك في الهند لغتين رئيسيتين اللي هما اللغة الهندية واللغة الإنجليزية يعني اللي يتم فيهم التواصل زاداً اللغة الهند فيها يمكن أكثر من 22 لغة رسمية حتى نظام الولايات في الهند مقسم على اللغات نعم ما تواجه صعوبة مثلاً ببعض الدول في اللغة يعني هي في تايوان الحقيقة قطعة تايوان كلها أكثرها كنت أستعمل الإشارة وفي نفس الوقت منزل برنامج بس عديدة متى ما صار شابك أنت منزل يحول من إنجليزي إلى اللغة الماندارين اللي هي اللغة الصينية الرئيسية المستعملة في تايوان يعني ولكن الإشارة تكفي يعني أكثر الأحيان ما شاء الله أنت يعني أن تكلم على كرح حال وتكلم على أنت مصور يعني أنك تصور النفسي نعم صور النفسي وحط يعني هواية وبعدين عبر يعني لو تلاحظ مثلاً من أول الفيديوهات اللي سويتها ضعيف أول رحلة كانت الإكوادور كانت الإكوادور جبال الإنديز وحوض الأمازون يعني من اللي بديت أنا أتكلم عن الرحلات اللي بديتها وثقها ولما أجي الحين مثلاً تجي مثلاً آخر رحلة اللي كانت اللي نزلت اللي هي رحلتي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في الهند يعني تلقى فارق كثير ما بين الفيديو الأول والفيديو هذا إن شاء الله هذه الرحلة اللي الحين اللي خلصتها قاعد أشتغل على فيلمها اللي هي فيلم رحلة راجستان راجستان هي ولاية من الولايات الهندية أكبر ولايات الهندية عشرة بالمئة تقريباً من مساحة الهند في راجستان راجستان تعني أرض المهرجة معناتها أرض الملوك يعني كثرة القصور اللي موجودة فيها يعني موجودة فيها أكثر من أي مكان آخر في الهند إن شاء الله حتى الفيلم بيطلع غيري يعني بيطلع فيلم طيب أممكن أنا تابعتك فيها تعرضت إلى موقف في الهند كما ما نتعدى على الهند حادث مع بقر لا لا هذا لا لا ما هو حادث هو لا هو شيء حاشيت يعني لا هذا الله عافيك طيء كله بقر لا بالنسبة للحيوانات في الهند تشاركك يعني في الهند البقاء للعرب الأكبر يعني من أنت ما تجي تقول إن هذا أولويتي في الطريق الطريق إذا شفت قدامك مثلا شاحنة ولا سيارة عاكس الخط اطلع من الخط خلى لها خلى لها وحاول أنك ما تسوق في الليل لأن السواقة في الليل متعبة يعني فيه ممكن حفر ممكن أشياء ما تشوفها فتكون دايما على هذه زي كذا الآن أعصابك لا هذه هنا نطل على ظهر نطل على رشكش هذه من الرحلة من هذه سنة كانت إلى ولاية في الهاملايا اسمها ولاية أوترخاندو اللي ينبع منها نهر القانج فالسواقة على اليمين أو على يصار قيادة لا العكسنا عكسنا حنا فأنا تعرفوا ش يسوي لحيلة على الجانب الأيمن نعم أحط شططون يا أسود يا أحمر X على المراية فعلى أساس دائما تنبهني أني ما أدخل في الاتجاه المعاكس لكن في الهند كل الاتجاهات تمشي ترك دماء كلها ماشية المواقف اللي يعني دايما يقول يمكن يسأني واحد يقول لك وين يسكن وكيف التوقيت عندك مثلا يختلف مثلا حسب في المدن الهندية الحين يعني في الرحلة الأخيرة جربت القصور الهندية القديمة يعني والقلاء يعني على أساس يتعرف يعني يدخل على جزء من الماضي وتعايش معه لكن مثلا بعض المناطق في اللهم لا يلا لكن تسكن مثلا في خيام أو أسكن مثلا يعني في عندهم زي البدو الرحل عندهم خيام ويعطونك مقابل تتسعلم شيء معين يقومون بضيافتك نعم وعيسان المخرج يقول رحت ميسور هذه في كيرلا في كيرلا رحت منطق مكانين كيرلا رحت رفندرم ورحت كذلك كوتي كانت نهاية رحلتي لأنني وصلت إلى أقصى نقطة في جنوب الهند بالرحلة اللي قبل اللي قلت لك من أقصى الشمال لأقصى الجنوب كانت كينا كوماري يعني الرحلة بديتها من من يودلهي وبعدين على أكرا اللي فيها تاج محل الشهير نعم بعدين فيها كالجارو اللي فيها المعابد القديمة نعم في الهند وبعدها إلى ناكبور ومن ناكبور إلى حيدراباد وبعدين إلى بانجلور اللي يسمونها مدينة الحدائق بعدين إلى مادوراي اللي هي في تاميل نادو نعم اللي هي أقصى شيء على تقع على محيط الهندي على بحر العرب أقصى جنوب ومنها رجعت شوي غرب حمال ترفندرم إلى كوتشي هذي كلها في كيلة ترفندرم وكوتشي خلي روح معك مباشرة أنت طبعا نتكلم على المهندس مش على سديري المهندس مش على سديري هو رياضي يعني ترى أس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات كيف ترى الإعلام بالنسبة لك أنت كرحال نحن نتكلم يعني الإعلام السعودي للأسف وأنا من جزء منهم لما يكون لك رحال أجنبي يكون فيه عليه شو أنت ما قدمت اليوم وتقدمه من جولات ومن زيارات يعني يفوق ما شو أنا شاهده في دول العالم والله شوف أنا يعني مجرد وجودي معك الآن هذا واجبنا خلال الوطن نتكلم على أنت هي تتصورنا أنت تصور تصورك للإعلام يعني مقل يعني المفروضة أصلا يعني يكون فيه نوع من الاتجاه تغطية جميع المناشط يعني خصوصا منها نشاط الرحلات لأن يعرفك على الثقافات وعلى شعوب وعلى أماكن أخرى في نفس الوقت ينمي هوايات لأن أنا أتوقع كثير من أبناء الوطن عندهم نفس هذه الهواية ولكن عفوا يا أبو باندلو خذها مني أنا كان يعني يمكن أنا تعاملت معاك كرئيس الاتحاد في السيارات أتكلم الآن مثلا ما يكون رحال موجود تكريم واستقبال وغيرها أنت لحين رحال بسنوات طويلة وأكثر من 62 ممكن كرمت في دبي ولا كرمت هنا لا هذا يعني فيه كانت كان مهرجان الرحالة تم يعني في ثلاث سنوات من التالي جميل دعوتي وتكريمي في المهرجان هنا لأن أصلا ما فيه النشاط ما هو موجود يعني نشاط الرحلات يعني ما فيه ما فيه مثلا نادي للرحلات ما فيه كنشاط يعني كرحلات بعدين حتى رحلاتي يعني في النهاية أنا أقوم فيها من نفسي يعني مني أقوم فيها كتمثيل للجهة الرسمية أو شيء يعني هذه يعني كهواية وفي نفس الوقت أقوم فيها الشيء منفع لي لأنني أنا أحس أن الإنسان تراء في هذه الحياة ما هو الثراء المادي تراء أهلي هو الثراء المعرفي الثراء المعرفي ممكن أن تأخذ عن طريق القراءة أو عن طريق الرؤية أنك تشاهد قنوات وثائقية وإلى آخره أو أنك تعيش المعرفة أنا أحب النوع الثالث اللي هو أني أعيش المعرفة أروح إلى مكان واتعلم في من هذا المكان المعرفة اللي موجودة فيه أتعرف على عادات شعوب أتعرف على الأشياء اللي عندهم فيعني حتى أنا في نشاطي تراء ما أبحث عن التكريم يعني مجرد أن الناس الآن لما مثلا نطالع الكتاب وحسن لدى قبول عندهم هذا يعتبر لي أكبر تكريم أنا طبعا مستاذنك شوي عشان بروح عندنا أخبار البرنامج هو برنامج حديث الألعاب ونذهب إلى أخبارنا السريعة هو أخبارنا السريعة بالطبع الخبر الأول سيكون من خلال الخبر الأول الأمير عبدالله بمساعد يصدر قرارا بتعيين خمسين بالمئة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية في الدورة الجديدة وهذا الخبر الأول الخبر الثاني خبر يابانيين وصول اليد نروح لصول اليد طبعا خبرنا أخضر اليد يصل إلى فرنسا لليوم لمشاركة في منديال العالم ويدش المواجهات بالكروات الجمعة والسيد محمد طبعا كما معنا بالاتصال هو يترأس البعثة خبرنا الثالث وحديث الألعاب خبر أربع خبراء يبنيين يشرفون على دورات مدربي الكاراتي بالرياض وجدة اجتمعوا بالأمير خاد بن بندر والدكتور إبراهيم القناص والتحاد الكاراتي ما علي كلام مادي عمل ومادي شغل ونتائج إيجابية نتمنى بعض الاتحادات تحذو حذو الكاراتي وعمل الكاراتي خبرنا الثالث تزكية الأمين العام الاتحاد الرياضي السعودي لقوة الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني عضوا بالمكتب التنفيذ الاتحاد العربي الشرطة من قبل 18 دولة يستاهل ونحن نعرف العقيد أيضا صديق للأمين وأعتقد أنه يستحق هذا التزكية نروح لمنتخبنا السعودي ومشاركة يعني نقول جيدة أحسن من السابق المنتخب السعودي كرة السلة يحل رابعا في البطولة العربية لكرة السلة في القاهرة عقب خسارته في مباراة المركز الثالث والرابع من البحرين تسعة وستين تسعة وسبعين نقول جيدة عطفا على نتائجه في كاس الخنيج وغيرها لكن نقول ممتازة هو كسب الجزائر تحديدا نتكلم على انطلاق مشروع الخبر انطلاق مشروع نشر لعبة البولينج بمدارس التعليم العام من خلال البرامج التي وضح الاتحاد السعودي البولينج الهدف لنشر وزيادة المبارسين نتكلم على البولينج دخلة المدارس وهي الهدف منها نشر اللعبة لكننا نتمنى ان شاء الله ان تستمر هذه تحديدا تحديدا ارجع لضيفه وعرفنا قبل قليل هو المهندس مشعل بن فهد سديري رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية هو عاشق الدراجات النارية والرحال الذي قطع او زار اكثر من 62 دولة عبر هذه الدراجة النارية ومعنا في قناة الوطن ابو بدر نسم الرسالة رسالتك انت وشي في هذه الرحالة يعني كرحال يعني بالنسبة الانسان كرحال اهم شيء انه ينقل ما يرى بحيادية انه يكون خير سفير لبلده والوطنة ومجتمعه ودينه وانه يقبل على حضارات الاخرين يتعرف عليها ويرى منها ما هو مفيد فيطبقه والشيء اللي ما يلائم يعني يبعد عنه لكن انا ادعو الناس الى الترحال والى رؤية اماكن اخرى من اصقاع الارض الله عز وجل يقول في كتاب الكريم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والمناكب هي الاماكن القاسية سواء كانت مرتفعات او اماكن بعيدة لا يسهل الوصول اليها زين ابو بدر خلينا انا يعني انا اكون ويمكن المتابع الاعلام المتابع للرياضات المختلفة تحديدا نفتخر بك كأنت بهذه الهواية نفتخر بيزيد الراجحي ابن سعدان وغيرهم من من شارك في في منافسات رفع عالم المملكة العربية السعودية والحضور التمييز انت في هذه الدراجة النارية في رسالة محددة يعني تقدمها بس بدي اقول انه في كثيرين دراجين ترغيري في المملكة يعني ما بتتاح لهم الفرص في كثيرين فرق في المملكة ولهم يعني مشاركات ويطلعون رحلات صحيح لماكن اخرى ويجون وكذا يعني أنا طيب وين المشكلة لا ما اقول مشكلة انا اقول انا زي ما اقول عود من طرف حزمة لا هم اللي يشاركون الان تقول انت لا لا ما يعني في يعني قاموا برحلات في كثير من فرق الدراجين في المملكة كان حتى شاركت معهم العام في رحلة كانت في الاردن اقاموها اخواننا جوردن رايدرز وجوه من المملكة كثيرين من الدراجين وكثير من المناطق في الخليج وكانت من اجمل المشاركات اللي انا شاركت فيها كانت هي مشاركات شخصية او لا تحت مضالة الاتحاد يعني ممكن انت تيجي بشخصي لانك انت في النهاية ايها دراج يعني ما تخضع ممكن مو بشرط انك تكون تحت اتحاد لكن الاتحاد السعودي الان توقع انه عندهم فرق مسجلة ويقومون ترى بنشاطة يعني شاركوا حبيت ان اقول ان ما هي مختصرة الرياضة والهواية الثينية مو بدرة لا لا انت ممكن اسمح لي اقولك انت تجامل في بعض الشيء حتى الان يعني انا اتكلم يعني انت لما تكلمت على جبت سيرة الدراجين ما في اندية خاصة لدراجات في فرق في فرق مسجلة بس طبعا استهداة شخصية في فرق مسجلة مسجلة في الاتحاد لكن واحد يطمح ان يكون مثلا في اندية للسيارات واندية للدراجات النارية وكل شيء ودي نتوقع ان شاء الله ان يكون في الطريق يعني من تما توفرت الامكانات نروح على الصعوبات التي تواجهتك في الرحلات نحن اكيد يعني يعني صعوبات فرق الوقت مثلا حين نرعي فيك مثلا استراليا يعني مثلا وصلت استراليا الحمد لله مثلا رحلة ملبوم هذه كانت في يناير 2015 وصلت وصلت الساعة 6 الصباح نشوف الحين منها نحن تفضل تسعة الصبح يعني كنت رقت بالدراجة في الرحلة المشكلة كانت فارق التوقيت جاني احس في النهار يجيني النوم وفي الليلة قوم ما فيني نوم يعني كانت اول 7-8 ايام بهذلة في النهار يعني وحر ونعسان فيني نوم ورتب يعني ف يعني تخربط الليل ما تعدل الشي الثاني في استراليا مثلا اعطيك انا عن كل دولة ترى لها مصاعبها في استراليا مثلا تلقى الله عافيك بالليل تيجي الشاحنات الكبيرة وقتل منها الكنقرو اللي هو حيوان الكنقر تيجي تلقى بالنهار ما اكتب عليك بالمئات يعني تيجي كأنك أبد كأنك تحاول بس تلاف الاصطدام بجثث الكنقر في الصباح تخاف انه يعني في النهار تخاف لتحطها بتركيزك يعني هذه كانت من احدى المصاعب الشي الثاني في استراليا المناطق اللي يسمونها أوتفاك اللي هي المناطق الريفية اللي مثل المناطق الصحراوية من استراليا كقارة كبيرة جدا نعم وبعض الأماكن وعدد سكانها كلها 22 مليون تركزون في المدن وبعض الأماكن ما تقدر تصل يعني بعيد حتى تلقالك محطة بنزين فدائما تشيل هم البنزين والماء نعم أنا بكلم نشوف لقاطاتك يعني نروح نروح نشوف اللقاطات عادل وبعدين نرجع الحديث يعني في لقاطات لك وحديث لك نشوفها ونرجع لك ندردش معك شوي طب بس انت خليك معي سيدة أبشر أنا وين أنا بني بعك سيدة نشوفها الحيناء بسير قرابة أربع كيلومترا وصلت إلى المنزل الواقع على ضفاف نهر القانج وحطيت لحالي حيث سام ضي ليلة اليوم الثالث هو التحرق من أتركاشي بمحاذاة نهر القانج إلى قانجاتوري التي ترتفع قرابة 3400 نتر عن صفح البحر ويوجد بها معدة شهير وهي أحد أربع أماكن يحسبها الحجاج الحندوس في منطقة أطرح اليوم الثالث الخميس 26 مايو 2016 اليوم الثاني لرحلة بالدراجة النارية بالأتركاشي إلى قانجاتوري مرورا بحاصي بولاية أتركاند المسافة المطلعة 130 كيلومترا هذه طبعا جزء جزء من الرحلات هذه الرحلة هذه الرحلة في أستراليا من دور هذه في ولاية أترخاند في الهند ويتعتبر في صعوبة والطريق كل طرق الجبلية فيها صعوبة لأنه ما الذي يحدث عندهم لما تأتي الثلوج والانجرافات الطينية تشيل عليهم الطريق كل سنة كل طرق يرجعون يسوونها زاد طرق الهند أصلا ضيقة بصعب حكم صعوبة المكان هذه من أجمل الأماكن في الهند أتركاند أنا أعتبرها سويسرا شو نجمل فيه إنه ما شو نجمل شي طريق سير جمال لا ما هو جمال الطبيعة جمال الطبيعة جمال الطبيعة بس متعبة متعبة هذه منطقة حلوة المناطق المتعبة اللي هي زي الهملايا العليا منطقة اللاداق ومنطقة سبتي فالي هذه هي الأماكن المتعبة فيها القيادة لأن الواحد لما يسوق على ارتفاعات عالية خصوصا فوق الأربعة آلاف متر يحس بدوخة بسبب قلة الأكسجين اللي ياصله نعم أنت طبعا نروح عادت كتاب هذا كتاب الصور صور صور من رحلاتي صور رحلاتي هذه الصورة كانت في القطب الجنوبي هذه كاميرا تلقوبرو يعني وضعتها على أساس تصور وبعدين هنا طيور البنجوين يعني عندهم نوع من الحشرية ما قد شفتها يعني يعني صور في حيوانات أخرى هذه الظاهرة اللي هنا تشوفها اسمها بترجمتها باللغة العربية كلاب الشمس واللي هي معناتها هذه السبب تشوف الشمس كأنها شمسين تلقى واحدة على اليمين واحدة على اليسار السبب أنه انعكاس تصير ضرات الجليد اللي في الهواء تصير مثل المراية نعم فتعكس يصير الشمس لها انعكاسين فاللي يشوفها يتخيل لأنه قاعد يشوف ثلاثة شموس مور شمس واحدة منطقة هذا سبحان الله ضخم على شك مكعب جبل جليدي منفصل على شكل مكعب يعني سبحان الخالق المبدع ايه هذا اللي هنا وكبير يعني يجي كبر السفينة حقتنا يمكن خمس مرات أنا بفتعها شوائي هذا قصر الصيفي في بالي في اندونوسيا وهذه زي مكان زي يحطون فيه التذكارات القديمة يتخلصون منها في استراليا في الصحراء تجي تلقى مكان في الصحراء بعيد عن السيارات تلقى محطوط فيه هالتذكارات اللي هم الأقزام هذي طفلة من مملكة بوتان ومملكة بوتان من الدول اللي تهتم بالسعادة يعني عندهم يعلمون الناس انهم كيف يكونوا سعيدين منهم أطفال مقياس الغنى عندهم ما مهم بالمال بالمقدار ما أنت سعيد انت كل هذي تعلمتها يعني تعلمت معهم يعني هذه تبيع أشياء حرفية في بوتان يصنعونها في الشتاء وفي الصيف يبيعونها على السياح وكذا يعيشون ترى طبعا الكتاب يعني ملي بس أنا يبغالنا وقت يبغالنا وقت طويل لكن خليني يقول مثلا وين يحصل الكتاب مثلا كلهم في مكتبة جرير كلهم كلهم اثنين كتابين يعني عالم على ظهر دراجة وصور من رحلاتي في مكتبة جرير هاي جميل طيب أروح معك في موضوع المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أو المستقبل يعني إن شاء الله رحلات مواصل دابا دابا يعني إن شاء الله قاعد أعمل على الجزء الثاني من الكتاب لأن هذا الكتاب يغطي حتى عام 2015 يعني إن شاء الله 2016 و2017 يكون فيه جزء ثاني من الكتاب نفس الشيء الصور إن شاء الله رحلات أزيد من عملية التوثيق حقها أحب يعني أسوي رحلات جديدة ماكن جديدة يعني ودي عندي أمنية أني أشوف هذا العالم يعني كله يعني سبحانه اللي خلقه وأبدعه يعني الوطن رحلات الوطن إن شاء الله يعني كله نصيب في أنا رحلة ترى قمت فيها من عام 2012 بديت من العلا على تيمة على الجوف سكاكا مسئ مصورة مصورة من قبل بس ما هو موجود معي الفيديو الآن إلى مرورا طبعا بحايل عروس الشمال بالقصيم سدير طبعا وديرتي الغاط أهم شيء الغاط شفت أنا شفت الفيلم الغاط حطيت يعني قصلي من الغاط يعني مهتم فيه كثير يعني ديرت الواحد يعني هي طبعا شوف المملكة كلها ديرتي نعم وكل شيء وكل شيء لكن يعني زي ما تقول الغاط فيه بيت يعني فمنها زي ما تقول يعني من الغاط هنا مختلف نحن العالم جميل أنا أستاذ نك زي ما قلت برنامجنا حديث الألعاب طبعا معناها تقرير ونتكلم عن أنشطة الحرس الوطني الساحل الشرقي يختتم الأنشطة الرياضية طبعا بحضور واهتمام كبير وهذا طبعا نتكلم على الساحل الشرقي لهم استمرار حقيقة اهتمام بالأنشطة الرياضية وسنقف مع كل الأنشطة التي تصلنا إن كان نشاهد هذا اللقطات وهذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 نعم نعم المترجم للقناة 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 المترجم ل. نعم هفهم بله في Eli درجات و أخيكه هواية يعني بالله يعني بالعكس الواحد يعني الواحد أدى الشيء اللي عليه الحمد لله أني يعني أسست الاتحاد مع أخواني أعظام مجلسي سارة السامقين و سوينا النشاط والحمد لله الناس اللي الآن موجودين فيهم بركة إن شاء الله فيعني الحمد لله الآن الواحد يركز على هوايته زين بس لك سواء بس تتقبل مني ايه احنا قرينا خبر قبل قليل تعينات جديدة في الاتحادات بنسبة 50% ايه كيف تقيمنا هذا التعينات يعني مثلا اختاروا والله فلان رئيس تحاد ما من يمتابع عشان أقدر أقيم لا الاختيار والتعيين والله ما من يمتابع عشان أقدر أقيم أنا ما حمتها قصدي أنا أقصد شوف الاختيار والتعيين ما هو قصدي إنما هنا من انتخاب ايه في فرق بين الانتخاب و بين التعيين يعني يشوف ما يعني أكيد يعني اللي صانع القرار يعرفه ش المصلحة فيه وين الأشياء ويرى أشياء قد لا نراها حن الآن وأنا ترى يعني لي أكثر من سبع سنوات يعني منقطع عن الاتحاد يعني صعب أني أحكم يطيك العافية حياك الله أنا أشكرك المهندس مشاعر بن فهد السديري رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية سابقاً والرحال ولأتمنى إن شاء الله أن نشاهدك دائماً مميز بهذه في رحلتك حول العالم وأنا شاكر على الاستضافة وأشكر للقناة الرياضية تلفزيون السعودي وأشكرك أخوي فهد على هاللقاء الجميع ألف شكراً لكم وأيضاً نتمنى إن شاء الله أن نفقل من خلال هذا البرنامج حديثة الألعاب سنكون إن شاء الله في محطة قادمة لأسبوع القادم والألعاب المختلفة تحديداً ومشاركة منتخبنا في كل ما هو جديد يهم الألعاب المختلفة تحديداً لكم أجمل تحاياً من فريق العمل بقيادة فهد مبارك السبع دي المخرج وعادل عبد الحمان الدوسري وكافة زملائي الحقيقة لعدهم يطريب العافية معنا هذا اليوم دمتم بالفخير